أهلاً بحضراتكم من جديد ومكملين حلقاتنا النهاردة الأبطال وضفنا النهاردة هو اللاعب الشاب الناشئ طبعاً مويد 2008 يوسف معتز الحقيقة في حاجة حصلت على الهوى قبل الهوى على طول وأنا فجئت بها والله العظيم أنا ما كنت تعرفه صدقاً يعني أستاذ سمير دخل لي وكلموني في الإيربيس وقالوا لي أنه يوسف يبقى مين جده؟ جده الكابتن الكبير ونجم النادي الأهلي وكابتن نادي الأهلي السابق كابتن ماهر همام أهلاً بيك يوسف ولو تأخذوا بالكوا نفس الشكل أنت نفس الشكل جدك بالزبط والله يعني أنا لما قالوا لي ما استغربتش أنت نفس الشكل نفس الطول نفس سمار البشرة نفس حتى الحلقة يعني لو جبنا صورة جده وهو صغير هتلاقيك نفس الشكل وزي ما بيقولوا يعني ابن الوز عوام ده ابن ابن بقى الوز عوام ما شاء الله نجم كبير وباباك يعني من أحد الضيوف الدائمين عندنا فقالات الأهلي وأحد النجوم اللي مش بحتاجين نتكلم عنه تاريخ كبير جداً لكابتن ماهر همام نرجع بقى الووتربول انت اللعبت مع منتخب مصر للشباب صح؟ نعبت تمام وانت موليد 2008 وانت اللعب الوحيد نادل وانت الباك انت تلعب باك ايه قصة البرونزيزين اخد تاسع وناخد مداليا برونزيزين اشرحها لي كده واحدة واحدة بقى اول حاجة احنا خدنا 11 11 11 11 11 قول لي بقى ده من باب قدع ازاي خدنا البرونزيزين اه ايه كانت بطولة من 32 فرقة او منتخب يعني بشكل الاصح المتاتين منتخب وكاد فون كفه مالطا جزيير كون اه كان في يعني مجموعتين اللي هو احنا بنتأهل لمن مجموعتين ما فيش مش مجموعة واحدة بس لو اول وثاني وثالث لأ اول وثاني وثالث لغاية عشر دي كده مجموعة مجموعة تانية اول وثاني وثالث برضو لغاية عشر احنا في المجموعة التانية خدنا تالت خدتوا كام ثالث على المجموعة الثانية. تلك هتصعب أول. خدتو التالت على المجموعة الثانية. طب وكيف تاخدو برونز على طول؟ أه برونز. طب سؤال بس انت خدت تالت على المجموعة. طب وصلت لـ 11 ازاي؟ وصلت لـ 11 ازاي؟ ما هي نفس الحواب؟ لا واحدة واحدة. انت مجموعة من 11 فرقة صح؟ انت 32 مجموعة من 16 و مجموعة من 16. صح؟ لعبتو مطشات كتيرة. لعبت له كل الفرق ولا فرق أليه хват خط ثالث على 16 فملجموعة عشان كده، ده نظام غريبيقوس بس أولاً خليني أقول سيبك من النظام ده المفرقش معي هنفرق ما أني احنا 16 فرق أخدنا عليها ثالث كسبنا مين كسبنا فرق كتير كسبنا سولوفانيا ألمانيا نعم كم جد الله أولا نخسرنا فرق الكبار اللي هما بقالهم فترة قام بيلعب لونان لا يونان ما لعدناش مونتنيجرو مونتنيجرو بقى كرواتيا كرواتيا وبرضو احنا كويسين احنا مستوانا كويس جدا يعني انت بشيت معهم ايكو الجيم في المواطن مش هنا لا مش ايكو المونتنيجرو بقى ماشناش معاكم كرواتيا مش هنا معاكم الفرق إنهم دول واخدهم منتخبات بقى لهم كتير بيلعبوا بطراب بقى لهم كتير اه انتوا أول احتكاك ليك دي أول مرة وده مستوى حلو عمتها احنا دخلنا التاريخ اللي احنا عملنا ده محدش ما فيش أول بطول الكاس على ما عملوا فيها كده مبرافو علي الكلام أنا أقيد كلامك طيب المهندس سيد إدريس رئيس الاتحاد قابلكوا بعد مرجعتوا قابلنا بعد مرجعتوا قاللكوا ايه هو كان طبعا كان بيدعمنا شكل كبير وكل كباتنا منتخب وهو مصدر أساس لنا طيب وكابتن والي عزة قابلك رئيس جاهزة العابل المهات كابتن والي عزة قابلني واستقابلني أحساس تقبال وعملي يعني يديني مكفأة وعملي جايزة فعلا يعني يعني قضر كابتن وليد رئيس جهاز العاب المهات وكابتن وليد رئيس جهاز كرة المهات ورجعت نادي الأهلي يعني كرموك ودولك مكافأة طيب وانت لعبت المطشط البطولة كلها لعبت المطشط البطولة كلها يعني كنت مؤسر الله أجمل ربنا يحفظه طبعا هتطلع لبين هتطلع لجدك طبعا اللي بنقدم له كل التحية كابتن مهار همام الحقيقة يعني أكيد طب انت الكريب تبع كابتن مهار فيه كابتن مهار بيتابعك فيه وهل هو متابعك بيتابعني في كل حاجة هو أصلاً اللي بيدعمني في الرياضة عم متى كابتن مهار واني هو بيديني أساسيات الرياضة قال لك إيه مثلاً 2008 لسه صغير الله أكبر قال لك إيه مثلاً طبعاً لا لازم هتمرن جامد ولازم تبريني ده حاجة أساسية وطبعاً أكل كويس ونوم كويس وكل حاجة بالذات فترة البطولة دي كانو خبني وقعا بيتكلم معايا هو أكتر أحكم بيدعمني في حر الرياضة ده لأنه أكتر أحد فهم في العلم عن الرياضة ترجمة نانسي قنقر